هوي بريس نحو إعلام هادف بإلزامهم بإجراءات معينة وأن على كتابة الضبط تحمل مسؤوليتها في موضوع التبليغ كي يتقدم المقاض لآداء مصاري في الخبرات وأن المتقاضين لا يجيبون أحياناً على اتصالات المحامين وفي سابقة انفعل وزير العدل عبداللطيف وهبي خلال نقاش الموضوع واستعمل عبارات لم يسبق إليها داخل البرلمان التي طالما دعا من منبرها جلالة الملك إلى الجدية ووضع حد للمزايدات الفارغة حيث قال والله دينمو لن يدخل إلى مكتبي مجدداً يقصد المتقاضي إن اتصلت به ولم يجبني قبل أن يعتذر الوزير لاحقاً عن ما قاله بعد تنبيه من طرف أحد مسؤولي وزارته ثم عقب على هذا وعلق الصحفي ياسر المختوم تحت عنوان وهبي ودينامو كنت حاضراً هناك في جدار حسابه على فيسبوك بقوله السيد وزير العدل في وقت سابق رسل رئيس لجنة العدل ملتمساً سرية اجتماعات اللجنة مع بدء مناقشة مشروع قانون المسترات المدنية ثم شرعت اللجنة فعلاً في مناقشة المشروع بعيداً عن أعين الصحفيين لتعود لاحقاً بعد تجديد هياكل المجلس إلى رفع السرية عن اجتماعاتها مشكور كل من سعى إلى إقرار العلنية لأننا فعلاً أمام حالة تقتضي رفع السرية وهي دراسة نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب وأضاف صحفي موقع اليوم 24 في منشوره لكن على الوزير أن يعي جيداً أنه يتحدث بحضور الصحفيين ومن مسؤولية أعضاء ديوانه تذكيره بذلك كل مرة اليوم استعمل قاموساً قدحياً لم يسبق إليه أحد من البرلمانيين ولا السياسيين وتابع المختوم كنا ثلاثة صحفيين فقط في القاعة على ما أتذكر كان يعلم الوزير بوجودنا نفس زاوية المعالجة اخترناها وهذا طبيعي جداً ثم انتشر الخبر في عدد من المواقع الإلكترونية وفي نظر من المهم جداً أن يعرف الرأي العام كيف يتحدث وزراؤهم الصادم حسب الصحفي أن الوزير تحدث وأنهى كلامه دون أن ينتبه إلى وقع ما قاله على صورته وعند الرأي العام أساساً إلى أن نبهه مسؤول في وزارته ثم استدرك معتذراً ومشيراً وهو يضحك إلى أنه يعلم أن الصحافة ستركز على العبارة ثم أكد المختوم وبالفعل سنركز على هذه العبارة لأنها مشينة ولا يلق استعمالها من طرف من يدبر الشأن العام وداخل قبة البرلمان مردفاً للأسف لسان وهبي منفلت من عقاله هوية برس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر